اشتركوا في القناة حيث تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي 27 درجة مئوية كحرار وعدم خلال ساعة النهار بالانتقال الان لتوقع التجروي في باقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية سكاكز الخاطر عادية من الأمطار متوقع 27-18 عرعر تقس غاربا صافي 25-15 أما تبوك غاربا صافي 28-16 بالانتقال الان للمنطقة الغربية نبدأ بمدينة جدغ يوم متفرق 31-18 المدينة المنورة نفس الشيء ويوم متفرق 31-18 أما مكة المكرمة غاربا صافي 33-20 أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية نبدأ من مدينة أبهى حيث تشهد زخاطر عادية من الأمطار خلال ساعات الظاهرة والعصر 24-17 جزان تقس غائم جزئي 30-17 لكن تجد الإشارة أن المرتفعات جزان وعمومة المرتفعات الجنوبية الغربية ستشهد زخاطر عادية من الأمطار خلال ساعة نهار اليوم ننتقل الآن إلى منطقة الشرقية نبدأها بالدمام حيث تشهد زخاطر من الأمطار 24-20 نفس الشيء في حفر الباطن حيث تتأثر بحالة عادة من استقرار الجو وزخاطر من الأمطار متوقعة 30-20 درجة مئوية الإحساء أيضا زخاطر من الأمطار 24-17 بالانتقال للمنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة الرياض زخاطر من الأمطار متوقعة خلال ساعة نهار اليوم 27-19 درجة مئوية ويوم متفرقة في حائل والقسيم 25-16 في حائل 27-17 في القسيم نتمنى لكم نهار سعيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة